اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك بعد التحية والسلام لا يحلى الكلام إلا بالصلاة على خير الأنام محمد وآله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله على محمد وعلى آل محمد أما بعد إن النساء دواهي ولا يحللن ولا يحرمن حين يستعملن دهاؤن ومن أجل حاجتين يبدلان الغالي والرخيص لكي يحصلوا عليها لكي يحصلوا عليها واليوم أتيتكم بقصة عن كيد النساء ستضحك منها كثيرا وستحزن منها كثيرا وتستعظم كيدهم أكثر إن كيدهن عظيم إن كيدهن لتزول منه الجبال كان يوجد هناك قاضي يدعى أبا محمد وكان معروفا ومشهورا بزمانه فجاء إليه في يوم امرأتان لكي يحتكمان عنده فقال القاضي من تبدأ فقالت إحداهما ابدأي أنتي فقالت أيها القاضي مات أبي وأمي وهذه عمتي وأقول لها أمي لأنها ربتني وكفلتني حتى كبرت فقال القاضي وبعد ذلك قالت جاء ابن عم لي فخطبني منها فزوجتني إياه وكانت عندها بنت فكبرت البنت وعرضت عمتي على زوجي أن تزوجه ابنتها بعدما رأت بعد ثلاث سنوات من خلق زوجي وزينت ابنتها لزوجي لكي يراها فلما رأاها أعجبته قالت العم أزوجك إياها على شرط واحد أن تجعل أمر ابنتي أخي زوجتك الأولى إلي فوافق زوجي على الشرط وفي يوم الزفاف جاءتني عمتي وقالت إن زوجك قد تزوج ابنتي وجعل أمرك بيدي فأنت طالق فأصبحت أنا بين ليلة وضحاها مطلقة وبعد مدة من الزمن ليست ببعيدة جاء زوج عمتي من سفر طويل فقلت له يا زوج عمتي تتزوجني وكان زوج عمتي شاعرا كبيرا فوافق زوج عمتي وقلت له لكن بشرط أن تجعل أمر عمتي إلي فوافق زوج عمتي على الشرط فأرسلت لعمتي وقلت لها قد جعل أمرك إلي وأنت طالق ثم تزوجته فأصبحت عمتي مطلقة وواحدة بواحدة أطال الله عمرك فوقف القاضي عندما سمع الكلام من هول ما حدث وقال يا الله فقالت له اجلس إن القصة ما بدأت بعد فقال أكملي قالت وبعد مدة مات هذا الرجل الشاعر فجاءت عمتي تطالب بالميراث من زوجي الذي هو طليقها فقلت لها هذا زوجي فما علاقتك أنت بالميراث وعند انقضاء عدتي بعد موت زوجي جاءت عمتي بابنتها وزوج ابنتها الذي هو زوجي الأول وكان قد طلقني وتزوج ابنة عمتي ليحكم بيننا في أمر الميراث فلما رآني تذكر أيامه الخوالي معي وحن إلي فقلت له تعيدني قال نعم فقلت له بشرط أن تجعل أمر زوجتك ابنة عمتي إلي فوافق فقلت لابنة عمتي أنت طالق فوضع أبو محمد القاضي يده على رأسه وقال أين السؤال فقالت العم أليس من الحرام أيها القاضي أن نطلق أنا وابنتي ثم تأخذ هذه المرأة الزوجين والميراث فقال أبي محمد والله لا أرى في ذلك حرمة وما الحرام في رجل تزوج مرتين وطلق وعطى وكاله وبعد ذلك ذهب القاضي إلى الوالي وحكى له القصة فضحك حتى تخبطت قدمه في الأرض وقال قاتل الله هذه العجوز من حفر حفرة لأخيه وقع فيها وهذه وقعت في البحر أتمنى أن تقول القصة قد أعجبتكم وأضحكتكم كما ضحك الوالي واستفبتم منها كما استفاد القاضي دعونا نسأل أنفسنا هل هناك أحد بعد ذلك يتحدى النساء أم نقعد لهم خاضعين منكسين الرؤوس فلتجيبوني بالتعليق ولا تنسوني من كلمة ابتسامة أو وجه مبتسم دعوني أجيبكم عن نفسي وأقول إن النساء لا أقدر عليهم ولكن ألاعبهم كما يلاعبوني هذا رأيي الخاص فشاركوني بأرائكم وأتمنى أن تكونوا القصة قد نالت على أعجابكم ولا تنسوا نشر المقطع لكي تعمل فائدة والأجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الآجاب والإشتراك في القناة ليصلك كل جديد وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد وشكرا وجزاكم الله خيرا